قال رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن الثاني إن نقطة الخلافة الرئيسية في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة هي عودة النازحين وأضاف أن المجموعة الدولية لم تتحرك بما يليق لوقف الحرب في قطاع غزة وفي سياق متصل أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس أنهم ملتزمون بشروط الحركة لوقف إطلاق النار بما في ذلك انسحاب الجيش الإسرائيلي الشامل والتام من قطاع غزة وقال هنية في خطاب للاحتفال بيوم القدس إنه لا تنازل عن عودة جميع النازحين إلى منازلهم والسماح بدخول جميع المساعدات اللازمة لشعب غزة وبإعادة إعمار القطاع ورفع الحصار والتوصل إلى اتفاق لتبادل المحتجزين ترجمة نانسي قنقر